موسيقى يا صباح الفل والجمال وفقرة جديدة من برنامج ميديا زوم فقرتنا النهاردة ستكون فقرة اخبارية متناوعة شوية وحبا رحب بس بعودة الاعلام الكبير عمر اديب بعد حدثة وعملها والنهاردة هتكون اول فقرة لي واول برنامج لي بين برنامج الحكاية اول حلقة لي النهاردة ونتمنى كده ان عمر اديب الاعلام الكبير يحكينا ايه تفاصيل الحلقة نتمنى كده ونتمنى له شفاء ونتمنى له تكون بأفضل صحة وعافية ونتنقل تاني الخبر في الصين عملوه الصين عملت علاج بيبتل الشيخوخة واذا جينا سألنا اي رجل واي ستة كبيرة ايه انت حب ترجعوا شبابي وللنا ايوة والعلاج اللي هم عملوه الصين ده علاج بيبتل كاد سبعة كاد سبعة ده اللي هو بيسيب الخلايا الحية بالشيخوخة والتجارب اللي هم عملوه في الصين دي عملوها على الفيران والفيران دي عملت مفول بعد ستة وتمان شهور بيتزود العمر بخمسة نسبة خمسة وعشرين في المية وبتكون بتخلي الجسم بشكل صحي جدا ومظهر بيكون شباب والتجارب اللي في الصين دي ان شاء الله يحاول الفترة جاية اللي هم يعملوه على الناس ودي الوقت هنروح للأخبار الفنية والأخبار الفنية هنبتدي بالمطرب رامي جمال ورامي جمال نزل اغنيتين سنجل جديدة اول اغنية اسمها ولسه دي حقاقت اكتر من سبعة مليون مشاهدة واغنية كمان وما بتكبرش دي حقاقت اكتر من ستة مليون مشاهدة وكمان المطرب رامي صبري عمل اغنية عيوني لما قابلوني ودي حقاقت اكتر من ثلاثة مليون مشاهدة ونروح لدي المطرب الاستوري عمر دياب المطرب التاريخي في الوطن العربي وعمري دياب عمل اتصدر ايتونز مصر باول ستة مراكز المركز الاول بالبوم يا انا لا والمركز التاني بالبوم كل حياتي والمركز التالت بالبوم صهران والمركز الرابع واتصدر عمر دياب اول ستة مراكز من الالبوم وكمان عمر دياب من اكتر المطربين في تاريخ العالم عمل الالبومات وكمان عمر دياب قدر يحقق عمل برفان باسمه وبرفان ده باسم عمر دياب ماء العطر سيرتي فور وعملت ضجة كبيرة في فترة اللي فاتت والعطر ده نزل السوق خلاص وكمان هنروح للمطربة العالمية ليسا قدرت تحقق نجاحات كبيرة وبعد ما اصدرت الالبوم لها الاخير باسم صاحبة رأي اللي تعاونت به مع الملحن رامي جمال اللي حلق اونيت على حس حكايتنا وكمان قدرت تعمل اغنية باللغة الفرنسية في الالبوم الالبوم ده تكوى من ستة اشهر اغنية وكمان لو احنا تحبين انتبع بس الساحة الفنية والالبومات هلا ان عمر ديب هيرجعت كمان هيعمل الالبوم جديد وده هيكون الالبوم رقم 35 وليسا كمان فيه اغبار انها بيطول فيه مفاجآت كتير الفترة الجاية وان شاء الله نتمنى ان يكون الساحة والالبومات تكون تكتر بالالبومات ان شاء الله وفي نهاية فقرتنا حب تكون فقرتنا تكون عجباتكم الاغبارية وان شاء الله نتمنى بس ان عمر دي بيكون بافضل صحة وعافية النهاردة ويقدر يقول لنا تفاصيل للحادث النهاردة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة